نرحب حضراتكم معنا مرة تانية نرجع لأخبارنا والحقيقة عندنا أول خبرين ليهم علاقة بملف سد النهضة الخبر الأول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في أصر الاتحادية بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمد مع السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئيسة قال أن رئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع على أن سياسة مصر دايما كانت سند ودعم للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الرهنة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أشاد بالمسندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام اللي بيمر به طبعا العنوان المهم والرئيسي لهذا اللقاء هو متابعة تطورات ملف سد النهضة ودور السودان طبعا في دوق التصريحات الأخيرة طبعا السودان وجودها في المعادلة طرف أكيد مهم يعني مواقفها إزاي تم التعامل معاها إحنا طبعا بنتكلم على إن الدولة المصرية بتفعل كل أدواتها كل البدائل طبعا للتعامل مع أزمة سد النهضة